يبدو أن حرب التصريحات والتهديدات المتبادلة بين المسؤولين في الولايات المتحدة وإيران لن تجد طريقها للتهديئة فما أن تخفط نسبيا لشهر أو شهرين حسب انخفاض وطيرة الأحداث والمتغيرات فإنها سرعان ما تعود للظهور على السطح لأسباب شتى في الأيام القليلة الماضية ظهرت بوادر أزمة جديدة مع إطلاق تصريحات أميركية عن احتمال اتخاذ إجراءات عقابية بحق خمس ناقلات تحمل نفطا إيرانيا متوجهة إلى فانزويلا على أن تدفع حكومة كاركاس أطنانا من الذهب مقابل الوقود الإيراني على الرغم من وضع الدولتين تحت طائلة العقوبات الأميركية رافق كل ذلك تسريبات عن توجه أربع سفن عسكرية أميركية بمعية طائرة حربية إلى منطقة الكاريبي تمهيدا لما يعتقد أنه سيكون مواجهة محتملة بين الطرفين المسؤولون في طهران قابلوا الموقف الأميركي بتهديدات برد حاسم على أي إجراء يتضمن احتجاز الناقلات أو اعتراض طريقها التهديدات المتبادلة أعادت إلى الأذهان أزمة الناقلة التي احتجزتها بريطانيا في جبل طارق قبل نحو تسعة أشهر وما تبع ذلك من تصعيد أدى لاحقا إلى اعتراض الحرس التوري الإيراني طريق ناقلة بريطانية وصعود جنود إيرانيين على متنها في شهر تموز من العام الماضي وحادث أقرب عندما تحرشت زوارق إيرانية بسفن أميركية في بحر العرب قبل شهر من الآن الأيام القليلة المقبلة كفيلة بأن تكشف للمتابعين فيما إذا كانت الأزمة الراهنة رهينة بوقت ومكان أو ظرف معين أو احتمال أن تتحول إلى مواجهة بين واشنطن وطهران